احنا معانا على الهاتف من ألمانيا ضيفنا العزيز الأستاذ ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية بفرانكفورد مساء الخير يا أستاذ ماجد مساء الخير يا أستاذ شهيرة تحياتي لحضرتك وكل الشعب المصري في الداخل وقتها يعني أستاذ ماجد أنا أولا يعني بشكرك على وجودك معانا ضيف عزيز علينا دايما كلمنا بقى عن الأجواء الاحتفالية اللي احنا شايفينها في الفيديوهات دي المصريين اللي خارجين كده بقلبهم بمحبة بدون يعني ترتيب ولا تكليف بيعبروا عن مشاعرهم وعن حبهم لرئيسهم ولبلدهم اسمحيلي طبعا نحن نوجه خطاب ترحيب للرئيس عبدالفتاح السيسي واسمحيلي أن أنا أشكر كل أفراد الجالية المصرية اللي شاركوا في هذا الاحتفال المهيب اليوم أولا الجالية المصرية النهاردة شاركت من برلين والمدينة شتوكار ومن مدينة فرانكفورت ودي مدن بتبعد عن مدينة برلين مسافات 600 كيلومتر رايح و600 كيلومتر راجع تفضل يا فنس لا أنا بقول مسافات طويلة يعني ناس جاية تعبانة ناس جاية عن حب 22 كيلومتر رايح جاي واسمحيلي أن أنا أقول لحضرتك أن الناس بقالنا بيجي لنا عشان موضوع كورونا فما بقالنا سنتين ما فيش أي الرئيس ما بيجيش برضو بقاله فترة فنقول دي من أكبر وأهم الاستقبال الشعبي اللي تم من 6-7 سنين اللي فاتوا من بعد 2015 لو حضرتك تبصي على الفيديوهات هتبصي وجود كسيف جدا من الجالية المصرية في ألمانيا وكلهم جايين عاملين مظاهرة حب وترحاب بالرئيس عبد الفتاح السيسي وشايفينه أنه هو رمز مصر وهو اللي أنقذها هيفضل دايما في نظر المصريين دايما هو المنقذ القائد اللي أنقذ مصر من إيد الإرهاب فالناس كلها جات من سوق وأنا واحد منهم أنا لسه راجع دلوقت طالعا من الساعة 7 الصبح كانوا الأطف يعني صاح الساعة 5 الصبح ولسه راجع دلوقت أنا دلوقتي في العربية هو مع زميلي ورايحين دلوقتي يا دوبك هنروح البيت فكل المصريين اللي جم النهاردة والستاذة شعيرة جم لحبهم للوطن لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة الجالية المصرية دايما زي ما بسمع من حضرتك يعني ليها أدوار مشرفة وقد كده بتبين حب وبتبين اهتمام وبتبين انتماء وقد كده على حالة من التواصل خلينا نتكلم عن ردود فعل الجالية المصرية عن كل ما يحدث في مصر الفترة اللي فاتت عن الإنجازات عن الاستقرار الاقتصادي رغم ظروف كورونا عن أمور كثيرة يعني الجالية المصرية هي فعلا هنا في ألمانيا جزء لا يتجزأ من المصريين داخل الوطن وهم على طول في تفاعل دايما مع مصر وبيشوف الإنجازات دي دايما في التلفزيون في البرامج التلفزيونية وبنشوف الحاجات دي من خلال الفيديوهات اللي موجودة على الإنترنت وعلى المواقع وعلى السوشيال ميديا واللي احنا شايفينه ده مش رأيي أنا الواحدة ده رأيي كل الناس اللي كانت وقفة النهاردة حضرتك شايفة في الفيديوهاتي والصدر الشهيرة اقترحيب عامل الزيب والرئيس السيسي لأنه شايفين قفرة بناء تمت في التسع سنين أو نقول الخمس سنين الأخيرة ما تمتش في مصر في تلاتين سنة فاته مصر بتشوف في الوقت الحالي إنجازات في البنية الأساسية والتحتية ما شايفتهاش نقول أكتر كمان من 40 سنة فاتت فكل ده بنشوفه إحنا لما بننزل مصر نعمل الأجازات بتاعتنا بنشوفها في الطرق بنشوفها في الكباري بنشوفها في المدن الجديدة بنشوف فعلا الجمهورية الجديدة وكل الجالية المصرية وأنا فخور بيها وفخورتنا أنا أحد أبنائها هي من أقوى الجاليات اللي موجودة حول العالم وأثبتت اليوم بالفعل وليس بالقول إنهم فعلا جزء اللي يتجزأ من مصر وعلى طول متفاعلين ومن كتر تفاعلهم من الأحداث الجارية في مصر والتحديات اللي بتشوفها مصر وهتشوفها الفترة المقبلة نزلوا النهاردة مظاهرة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو رأس مصر رأس الدولة المصرية والرئيس نفسه على فكرة بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه وقف يشكرنا بنفسه على الترحيب وبعت لنا كمان المستشارين بعد ما طلعوا فوق حجرة بتاعته بعت لنا المستشارين بتوعه تحت نزل لحدنا لحد أبناء الجالية كلها وشكرهم كلهم واحد واحد ووجه حبه وامتنانه وتقديره لأبناء الجالية المصرية وعلشان كده بشكر من خلال منبر حضرتك كل الجالية المصرية اللي شاركت به هذا الاحتفال المهيب اليوم خليني أسألك عن هذه الزيارة الزيارة التاريخية أول زيارة بعد الحكومة الجديدة بعد وجود أولاف شولت وفي ظل أجواء الاحتفال بمرور سبعين سنة على العلاقات المصرية الألمانية كلمني عن هذه الزيارة وعن هذا الاحتفال بالعلاقات المصرية الألمانية وعن قوة العلاقات المصرية الألمانية كما تراها كمواطن مصري يعيش في ألمانيا منذ سنوات نعم العلاقات المصرية ما بين مصر وألمانيا فعلاً دووقتي احتفال هذا العام وإحنا شفناه من خلال الاحتفال من أسبوع أقام سيادة السفير المصري سبت السفير خالد جلال سفير جمهورية مصر العربية في بطلين والأول مرة يحضر هذا الاحتفال وزير مفوط من الدولة الألمانية وده يضل على حرص ألمانيا على العلاقات المصرية الألمانية لأنها فعلاً علاقات تاريخية سبعين سنة في الوقت الحالي المصر هي الشريك الثالث لألمانيا تجارية في الشرق نعم مزبوط ده في الوقت الحالي والعلاقات أو التبادل الاقتصادي والتجاري ما بين مصر وألمانيا في الوقت الحالي لن يسبق له مثيل من قبل وده طبعاً بفضل القيادة السياسية وبفضل السفراء مصر السابقين وبفضل السابق السفير الحالي خالد بيجل الحقيقة يعني أنا مش عايزة أسقل عليك لأن أنت عملت رحلة طويلة من فرانكفورت لبرلين ذهاباً وعودة احتفالاً بزيارة الساد الرئيس أنا بشكر وجودك معنا أستاذ ماجد سعد رئيس من العظمة المصرية الألمانية بفرانكفورت